مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب قبل ما اتكلم عن حلقة اليوم وهي حلقة مهمة جدا تكملة لدرساتنا في سفر التكوين حابب اعرف حضراتكم على حاجة موجودة في قناة الحياة ويعني مفيدة جدا هتكون لحضراتكم وممكن تكون سبب بركة لكثيرين منكم وهو اليتشات جي بي تي في قناة الحياة او على صفحة قناة الحياة يعني حضراتكم لو دخلتم على النت وكتبتم بالعربي قناة الحياة المسيحية او كتبتم بالانجليش الحياة دود تي في كويس ودي موجودة هنا حضراتكم على الشاشة هي وعلى الشاشة من تحت كمان موجودة فلو كتبنا الحياة تي في كويس الحياة دود تي في هيطلع لنا الصفحة بتاعة قناة الحياة على الانترنت كويس فهتلاقي الموسوعة وعندنا كتب ويعني كتب دراسية كثيرة جدا 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 يمكن الاف الكتب موجودة وممكن حضراتكم تتصفحوها وتقروها وتكون سبب بركة ليكم لكن كمان عندنا حاجة اسمها تشات جي بي تي اللي هو يعني قدام حضراتكم ده فلو دوسنا على الجي بي تي بتاع الحياة كويس هيفتح لنا الصفحة دي اللون الجميل ده كويس هيتفتح وهننزل تحت هيقول لك مرحبا أنا الحياة جي بي تي أنا موجود لكي أساعدك يعني أنا طبعا أنا داري نص كلام بس هو ورايا أنا موجود لكي أساعدك في رحلة البحث عن الحق يمكنك ترحى أي سؤال عن الإسلام والمسيحية وسأكون بالرد عليه وبعدين هنلاقي المكان اللي نكتب فيه السؤال فممكن نكتب السؤال بالانجليزي نكتبه بالعربي نكتبه الفرنساوي نكتبه بالصعيدي نكتبه بأي لغة ممكن تدخيلها لكن أنا هقول إنه معظم مشاهدين من العالم العربي فأنا مثلا هكتب سؤال هنا كويس هقول براهين براهين لهوت المسيح كويس وهدوس على السهم ده وهلاقي الإجابة يعني أنا مش عارف أروح هنا ولا أروح هنا بس هو براهين لهوت المسيح طلعة كويس فنلاقي البرهين طلعة الشهادة الكتابية أقوال اللهوتيين المسيحيين التجسد شهادة تاريخية وأسئلة لها أيضا صلة بالموضوع نلاقي في سؤال ما هي الأدلة الأخرى على لهوت المسيح من الكتاب المؤدس وسؤال تاني كيف يمكنني فهم مفهوم الثالويس في المسيحية السؤال التالت ما هي أهمية التجسد في العقيدة المسيحية أنا مش محتاج مش محتاج إن أنا أكتب السؤال ده تحت أنا كل اللي أنا محتاجه تحت مثلا عايز أعرف ما هي أهمية التجسد في العقيدة المسيحية فممكن أكتب رقم ثلاثة كويس ده سؤال رقم ثلاثة وهدوس عليه كويس ويطلع لي إجابة السؤال رقم ثلاثة سؤال آخر خليني مثلا أحط سؤال إسلامي عشان يبقى كمان مش بس الأسئلة مسيحية لكن كمان أسئلة إسلامية هل القرآن كلام الله وهدوس على السه ويطلع على فكرة مش بياخد وقت إنه يكتب الإجابة ويس من منظور المسيحية نحن نؤمن أن الكتاب المقدس هو الوحي الإلهي الوحيد الحقيقي هناك العديد من الأدلة وشهادات التي تشير إلى أن القرآن ليس كلام الله سأقدم بعض النقاط التي تدعم هذا الرأي ويبدأ يديني تناقضات داخلية أخطاء علمية شهادة من المسلمين السابقين غياب النبوات أقوال اللهوتين والبحثين وأسئلة إلى آخره يعني حضراتكم عندكم يعني عالم في المسيحية وفي الإسلام موجود معاكم مجرد تكتب السؤال مش أكتر مجرد تكتب السؤال وهتلاقي كل الإجابة اللي أنت محتاجها والسؤال هيوديك لسؤال هيوديك لسؤال وهيوديك لسؤال وهتجد أن أنت يعني الوقت بتاعك بتستفيد به وده كمان للمسيحيين لو أنت حابب تدرس حضرتك ولو حابب تتعمق أكتر بدل ما نقعد نتفرج مثلا على فيديوهات تيك تاك وغيره ممكن يبقى وقت الاستفادة أن أنا أدخل على الحياة تي في وأدوس على التشات جي بي تي بتاع الحياة وأكتب الأسئلة لأنا عايز أعرف الإجابة عليها وتكون دي سبب بركة ليا أنا بس حبيت أقدمه لحضراتكم لأنه موجود وده يعني عايز أقول لكم مجهود غير عادي آلاف الساعات تحطت في شغل في التشات جي بي تي بتاع قناة الحياة ومازالت الشغل شغال لكنه كله بفايدة أنه إحنا نستفاد به ويكون سبب بركة للباحث اللي بيدور عن الحق وللأيضا الباحث اللي عايز يتعمق أكتر ويعرف أكتر فصال إن ربنا يبرككم ويكون ده سبب بركة لحياتكم طيب نرجع إلى موضوعنا والموضوع اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة هو أسطورة الخلق البابلية إنو ما إليش ويسو اللي أنا أكلم عنها بالتفصيل لكن السؤال المهم المتعلق أيضا بحلقة اليوم هو هل تأثر كاتب سفر التكوين بالأسطورة البابلية؟ هل التكوين قصة الخلق اللي موجودة عندنا في سفر التكوين أصحح واحد وأصحح اتنين؟ زي ما بيدع البعض مأخوزة من الأسطورة البابلية اللي هي إنو ما إليش؟ ولا هناك اختلافات يعني فرق السماء عن الأرض زي ما بنقول ما بين الاتنين؟ كويس؟ طبعا لا توجد حضارة على وجه الأرض لم تحتم بسؤال الخليقة وكيف وجدت وكيف وجد الإنسان فمن الحضارة السومرية إلى البابلية إلى المصرية إلى الإغريقية إلى حتى علمنا الحديث مهتم جدا بكيف وجد الكون وعش كده بنجد قصص مختلفة سواء هذه القصص يعني ترتقي إلى مستوى الأسطورة والخرافات وصراع الآلهة زي ما في الحضارات القديمة أو زي النهاردة في نظريات العلمية ونظريات التطور ونظريات الخل إلى آخر الموجودة اللي بتجيب على هذا السؤال كويس؟ لكن أنا نهمني السؤال الآتي هل فعلا كاتب سفر التكوين وزي ما كلمنا الإسبوع اللي فات؟ هل موسى أخذ من الأسطورة البابلية وكتب لنا تكوين واحد واثنين كويس؟ ده الإدعاء ده موجود في مجال أماكن كثيرة جدا سواء كتاب لا دينيين سواء كتاب نقاد مسيحيين لهوتيين ليبراليين كتبوا عن هذه الموضوع وأنا لما حطيت البوست بتاع الحلقة على صفحة عبر الكتاب في الفيسبوك واحد من المعلقين اسمه جورج بهجدي قال العبارة دي الطورة مقتبس من حضارات بلاد الرافدين ده الإدعاء فهل هذا الإدعاء حقيقي؟ هل فعلا الإدعاء دوا حقيقي أنه سفر التكوين وقصة الخلق مأخوزة من إنوما إليش؟ علشان نقدر نفهم الموضوع ده دايما لما حد يقولك خدها مني يعني في الحلقة دي لما حد يقولك أنه القصة الفلانية في سفر التكوين مأخوزة من الأساطير البابلية أو الأساطير الإغرقية أو الأساطير المصرية قل له ممكن تقولي تفاصيل الأسطورة بتقول إيه؟ يعني لما يقولك مثلا قيامة المسيح مأخوزة من إزيس وأزوريس قل لي ممكن تقولي التفاصيل بتاعة أسطورة إزيس وأزوريس بتقول إيه؟ ويحكيها يعني لازم تقولها بالتفصيل لأنه لما بندرس هذه الأساطير بنجد أنه اللي بيتقال ده مجرد خرافات لا يمت بصلة ولا يوجد حتى أوجه تشابه ما بين قيامة المسيح مثلا والأسطورة المصرية القديمة إلى آخره فالاسم إنومة إليش بيعني عندما في الأعالي عندما في الأعالي ودي ترجمة لأول كلمتين في الأسطورة أول كلمتين فيها أو أول كلمتين موجودين فيها هما عندما في الأعالي كويس؟ وين إن هايد والكلمتين دول من أول كلمتين فيها اكتشفها اكتشف هذه الملحمة أو الأسطورة عالم الأثار هينري لايرد في سنة 1849 في أثار مكتبة أشور بنيبال كويس في القرن اللي بتعود للقرن السادس قبل الميلاد في مدينة ناوب العراق وطبعها جورج سميس سنة 1867 ده أول معرفتنا عنها تتألف هذه الأسطورة من أكتر من ألف سطر تقريبا مكتوبة على سبعة ألواح من الفخار كويس باللغة البابلية القديمة في كل لوح حوالي 115 إلى 160 سطر النص اللي موجود النص اللي موجود بيعود إلى القرن السادس قبل الميلاد لكن البعض بيقول أنها تعود إلى ما بين ألف ومية قبل الميلاد إلى البعض بيحطها أبعد من كده بكتير إلى 1800 قبل الميلاد كويس وهناك نقاش وجدال حول هذا الموضوع لكن ماذا تقول الأسطورة؟ معلش يمكن أول ربع ساعة تلت ساعة مش أتكلم عن حاجات من الكتاب المؤدس لكن أتكلم عن أسطورة وتفاصيلها لأنه دايماً يا زي ما نقول الديفلز في التفاصيل يعني الشيطان موجود في التفاصيل فلما نروح للتفاصيل نعرف هي فعلاً فيها تشابه ما بينها وما بين الكتاب المؤدس ولا ما فيهاش تشابه ونشوف الموضوع هذا طيب تقول الأسطورة عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء وفي الأسفل لم يكن هناك أرض كان إبسو الأب وكانت تيامات الأم وكان ميمو ده بداية الأسطورة كان في البداية تلت أليها إبسو اللي هو الأب إله الماء العزب تيامات اللي هي الزوجة كويس دي إلهة المياه الملحة وكان ميمو ميمو ده بقى اختلفوا عليه هل يشير إلى الغيوم هل يشير إلى الضباب هل يشير إلى أيه هو يشير إلى أي حاجة فيها مياه كويس فكان هؤلاء موجودين في الأذل قبل أن يكون هناك سماء وفي الأسفل لم يكن هناك أرض كانت ثلاثة دول موجودين كويس طبعا أوعود تربط ما بين الثلاثة دول وثلوس لأنه احنا نؤمن بإله واحد لا نؤمن بوجود ثلاثة أليها ولا نؤمن بوجود أب بمعنى زوج وأم زوجة وميمو ليس ابن لكنه موجود معهم يعني البعض بيقول أنه هو ابن البعض بيقول لا ده كان واحد من الثلاثة إلى آخر هذه الموضوعات كل كان الآلهة الثلاثة يتمجدون في رخاء أبدي في ذلك الزمن زمن خلق الآلهة الثلاثة في أعماقهم في الآلهة الثلاثة دول في أعماقهم كانوا في سكون وفي رخاء لكن في أعماقهم كويس أنجبوا اتنين أنجبوا لخمه ولخامه كويس ومنح لهم اسمهما يعني جابوا الثلاثة اللي هما في الأساس يبقوا اتنين ابسو وتيامات كويس جابوا إلهين تانين جابوا لخمه ولخامه كويس أنا مش مطلوب من حضراتكم تحفظوا الأسماء بس أنا بقول لكم إلا حصل في الأسطورة كويس وقبل أن يكبر لخمه ولخامه جاء إلى الوجود أنشار وكيشار يبقى عندنا ثلاثة وبعدين اتنين جم يبقى خمسة وبعدين جم أنشار وكيشار كويس يبقى سبعة وفاقهما قام وطولا ثم أنجبا ثم أنجبا إنو وريثهما وفخر أبائه يبقى عندنا وصله تمانية كويس بكلم على الألهة هذه هي الألهة اللي بتكلم عنها الأسطورة ثم أنجب إنو ابنه نديمود على شاكلته فصار نديمود سيد أبائه الذي هو آية وآية ده هو إله الحكمة هو إله الحكمة كان واسع الإدراك حكيما وعظيما في قوته أعظم من جده أنشار حد كده إحنا ماشيين بنقرأ في الأسطورة حدثة خليني بس هنا أكبر شوية السلايدز اللي عندي دي عشان أقدر أقرأ النص مع حضرتكم حدثة عندما تحركت الألهة الجديدة يبقى عندنا ثلاثة ألهة كانوا في سكون وفي رخاء أبدي أو خرخاء يعني كلمة أبدي مش موجودة لكن كانوا موجودين في رخاء اللي هم إبسو وتيامات وميمو كانوا في سكون وفي هدوء وفجأة أتت لها شابة لخم والإخمات انشار وإشار وإشار وعاديين آآ آآ ياد وبعاديين بعد كده يعني آآ بدأت العيلة إيه تكبر حدثة عندما تحركت الألهة الجديدة في السبات الأزلي الأول الألهة الصغيرة دول ولاد الصغيرين دول لما جم أزعجوا مين أزعجوا الكبار أزعجوا تيامات جدا وألموا بطنها هم كانوا في بطنها وهم يرقصون في أعماقها وأخفق الأب اللي هو إبسو عن إسكات ضقيقهم وتحيرت تيامات ولكنها ظلت صامتة وحزينة وكرهت أعمالهم كويس وغضبت لسلوكهم المتجر هذا ورأى إبسو وممه ضجرهما فحزنوا معها يعني الولاد دول كانوش مؤدبين كانوا بيعملوا زيطة ودايما فيه إزعاج فأزعجوا راحة الأب إبسو والأم تيامات كانت حزينة بسبب تصرفتهم لكنها ما كانتش تعرف تعمل معاهم إيه فالوضع كله كان بالنسبة لهم مزعج فذهب إبسو مع ميمو اللي هو إبسو الأب ذهب مع الإله التالت اللي كان موجود معهم في السكون الأزلي وجلس بين يدي تيامات راحوا بقى يتشاورون معه نعمل إيه في أمر الولاد اللاهينة فقال إبسو أكره سلوكهم أب هو أب المفروض كلم مع الولاد أكره سلوكهم لكتحرمون الراحة في النهار والنوم في الليل يا للعظمة كويس ولذلك سأدمرهم أجل سأدمرهم جميعا لتعم التمؤنين مرة أخرى فنستطيع أنهم قرر أنه المرات أنا هادمرهم هأبيدهم عشان مرة تانية نقدر تعيد ترجع السكينة والهدوء ونقدر ننام مرة تانية لكن الأم طبعا غضبت غضبت تيامات لما قاله إبسو وصاحت وصرخت وثار هيجانها وقالت لماذا تريد حد مما صنعناه بأنفسنا إن سلوكهم لمؤلم حقا ولكن دعونا نتصرف ونتريث نتقامم كويس ناصحا في غير صالح الألهة اللي هي الألهة الصغيرة نعم يا ولدي يا والدي دمرهم دمر فوضاهم لتستريح نهارك وتنام ليلك ده بين التلاتة اللي هم الأصليين التلاتة الأصليين دار بينهم هذا الحوار إبسو قرر إنه يبيد الألهة الصغيرة تيامات الأم لا مش عايزة لإنه إزاي إحنا نبيد اللي إحنا صنعناهم التالت قاله آه طبعا دمرهم عشان تقدر ترجع مرة تانية وتسريح كان وهما بيتكلموا في المواضيع دي كان صوتهم عالي غاليا فالألهة الصغيرة الألهة الصغيرة اللي اتولدت منهم كانوا يسمعون لهذا الكلام وجلسوا صامتين يائسين وبدوا يفكرون في ما ينتظرهم من عقاب سواء من تيامات الأم أو إبسوا الأب غير أن ذا الفهم العميق وصاحب الفطنة والحكمة اللي هو آية العليم بكل شيء وضع بفائق مهارته رقية مقدسة السحر نجد دخول السحر ده مرتبط بالألهة سواء بالعبادات القديمة البابلية أو المصرية السحر كان جزء أصيل جدا في العبادات القديمة فعمل ايه فعمل رقية مقدسة وتلاها ثم ألقى بها في الماء لأن هذه الألهة هي ألهة الماء فلما رمل الرقية دي في الماء فإبسوا الأب اللي هو مقرر يدمرهم أخذ في سبات عميق وشلت حركته كويس فرح إيا سلب تاج سلب تاج الجد الكبير أوي سلب تاج وضربه بطعن قوية وترك جثته تهوي في جوف الأرض وتختفي وأهال عليها التراب وأقام من التراب مسكنه وعاد إلى ميمو ميمو اللي هو وافئ مع إبسو على إبادتهم وعاد إلى ميمو فخرم أنفه بحبل يمسك به وبعد أن قهر إيا أعدائه وأخضعهم على أمره على خصومه جميعا عندنا دلوقتي واحد من الألهة الصغيرين بدأ يبقى إيه هو الإله الكبير العظيم كويس اصبروا بس معايا إحنا بس بنفسص التفاصيل الأسطورة علشان نشوف إذا كان فيها ما يشابه صفر التكوين ولا لأ كويس هنا بنأتي إلى نقطة محورية في تاريخ الأسطورة وهي ولادة مردوخ مردوخ إله العظيم إله البابل العظيم إيا اللي هو صار بقى الكبير ده بعد لما أتل إبسه وبعد لما حط حبل في أزن في منخير ميمه وسحبه فبقى هو إيه الراجل الكبير اختار إيا هيكل المصائر لسكنها واختار دام كينا الإله زوج له وبقى رادين الجوز وأنجب منها ولده العظيم مردوخ الذي تلمع عيناه كالبرك ويخطو بعنفوان ورجوله أنه زعيم منذ البداية هنا بقى الكلام يتحول إلى مين إلى متح وتمجيد في مردوخ عندما رأى أباه إيا فرح وامتلأ قلب بهجة وفرحا رفع شأنه بين الألهة وزاده قدر عليهم فكان أرفعهم مقاما وأسبقهم في كل شيء بفن بديع تشكلت أعضاؤه لا تدركه العقول ولا يحيط به الخيال ده كل وصف في مردوخ أربعة كانت أذانه وأربع عيونه وتتوهج النيران كلها تحت شفتاه كان الأعلى بين الآلهة حد الوقت كل الرواية دي كل الملحمة دي كل الأسطورة دي الهدف منها هو تعظيم مردوخ لا في خلق ولا في أي شيء الهدف منها هو أنها تعظم لنا مردوخ وتقول لنا كيف جاء مردوخ إلى الوجود هذا الإله البابلي العظيم طيب يبقى مردوخ صار هو العظيم وأبوه هو يعني صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فضلت يعني إبسومات وميمومات اللي هما من الألهة التلاتة الكبار فضلت الأم اللي هي تيامات فالولاد الصغيرين الآلهة الصغيرة كويس زهبت إلى تيامات وأخبروها أن قرينها إبزو زبحة وأنت لم تفعلي شيء واشتكوا من الرياح التي صنعها طبعا مردوخ وكانت بتزعجهم فجعلت تيامات كينجو زوجها تجوزت واحد تاني ما نعرفش جي منين بس هم في الإسطورة تجوزت واحد تاني جعلته قائد للأليحة وبقدرتها خلقت 11 وحشا وزودتهم بالأسلحة إيش إيش بقى يعني زي الديناصورات وحش وتعابين وحيوانات مفترسة خلقتهم تيامات علشان تعمل إيه علشان توقف زحف إيا ومردوخ كويس سمع إيا بخط التيامات للانتقام فتشور مع جد وانشار وقال له أن العديد من الأليحة ذهبوا إلى تيامات لأجل ذلك وبعدها وبعدما خلقت 11 وحش لأجل الحرب وجعلت من كينجو القائد انزعج انشار اللي هو الجد الكبير انشار ده وإشكار اللي هم جابوا إيا وإيا لما تجوز جاب مين جاب مردوخ انزعج انشار وقال الانشار لأنه ليذهب ويتحدث مع تيامات ليرى أن يستطيع أن يهدئها لكنه شعر بالضعف لمواجهتها فعاد إدراجه قلق انشار أكثر واعتقد بعدم وجود أي إله قادر على الوقوف بوجه تيامات اللي هي إلهة الميا الملحة بعد التفكير اقترح انشار أن يكون مردوخ هو بطلهم أحنا ما احنا عندنا ولد زي الفل ما شاء الله طول بعرض ما نختار هذا الحفيد مردوخ وهو يقوم بالمهمة جاء مردوخ وسأل الألهة بأنه يجب أن يحارب فقال انشار لمردوخ بأنه لن يواجه إله بل سيواجه الآلهة تيامات الإلهة تيامات وأكد مردوخ لبقية الألهة كويس أنه سيحزم تيامات بفترة قصيرة كويس لكنه بمقابل ذلك طلب باعترافهم أن يكون هو كبير الألهة وأن يمنح السلطة حتى فوق انشار نفسه كويس يعني هياخد السلطة فوق جده ده مردوخ فمنحت الألهة السلطان لمردوخ فجلس فوق بقية الألهة ومنح السلجان والأثواب وتم منح الأسلحة وأرسل لمقابلة التيامات وأخذ معه قوس وعصى وصاعقة الدوء مع الرياح الأربعة فاللهيب جسده باستخدام الرياح الأربعة صنع فخ التيامات والذي سيجعلها غير قادرة على الحرب ووضع معها الزوبعة والإعصار ضربت الرياح السبعة تيامات قام مردوخ بقيادة عربة يقودها أربع كائنات خلفها خلقها هو فتحد تيامات وبدأت المعركة أخذ مردوخ كينجو وحطم رأس تيامات بالسلجان وأخذ الرياح الشمالية دمها كويس مزق مردوخ تيامات إلى قطعتين دمحها وأتلها وأسمها إلى قطعتين واحدة خلق بيها السماء والأخرى قسمها وخلق بيها الأرض يبقى مردوخ خاد الإلهة تيامات اللي تعتبر جد 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 جدت الكبيرة وإيه وأسمع نصين نص خلق بالسماء ونص التاني خلق بالأرض أو الزوب وأصبح مردوخ ومحبوب من بقية الألهة في السماء فصنع الأبراج لكي يعرف أيام السنة وخلق أيضا الليل والنهار والقمر وخلق الغيوم وجعلها تمتر ومن خلالها أوجد نهري دجلة والفرات وتكلم مردوخ مع إيا وقال له أنه من خلال دمه سيخلق الإنسان وأن هذا الإنسان سيخدم الآلهة نصح أي مردوخ باختيار إله يقدمه كتضحية لخلق الإنسان فاختار إغيكي أن يكون كينجو فاختير دمه لخلق الإنسان يعني أتلوه وخدوا دمه وخلقوا به الإنسان قسم مردوخ الآلهة إلى فوقية وسفلية تلتمية وضعهم في السماء وستمية وضعهم في الأرض واكترحت الآلهة بأن يتم بناء مسكن وضريح لمردوخ فقال لهم مردوخ بأنه سيبني بابل وهكذا بنيت بابل سبع ألواح بيكلموا عن هذه الرواية أنا قريتها لي لأنه التفاصيل مهمة لأنه التفاصيل هي لها تقول لي ما هي أوجه الشبه وأوجه الاختلاف وبدون الدخول في التفاصيل مش هنعرف نتكلم عن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف وفي نفس الوقت هنشوف هل فعلا كاتب سفر التكوين أخذ من هذه الرواية وكتب لنا قصة الخلق في سفر التكوين ولا الكلام ده ادعاء وليس له أي أساس من الصحة ما هي بقى علاقة التكوين واحد واثنين بهذه الأسطورة البابلية أنا عارف أنه أغلبكم وإنتوا بتسمعوني أكيد بتقولوا هو إيه العلاقة بين دون ده كله ده خرافات دي أسطورة إيه القتل والدبح والألهة والصراعات والخلافات وشقه نصين وصنع بيها السماء وصنع بيها لكن فعلا البعض فكر في هذا الموضوع وربط ما بين سفر التكوين وإسطورة إنوما إليش ما هي علاقة التكوين واحد بهذه الأسطورة البابلية القديمة وهل توجد علاقة من الأساس يعني هل فعلا توجد علاقة من أساسه وما هو أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بينهما يقول الكاتب السوري فراس سواح في كتابه مغامرة العقل الأولى كويس هو بيسرد لينا التفاصيل هذه الإسطورة كويس وفي كتب آخر عراقي اسمه خزع للماجدي كويس وكتب كتاب اسمه إنجيل بابل وهو يتحدث عن هذه الإسطورة كأنه كانوا دي هي الإنجيل بنسباله هي ده إنجيل بابل واللي اتخذ منها أيضا سفر التوراة قصة الخل إنما يقول فراس سواح في كتابه مغامرة العقل الأولى أن تاريخ كتابة ملحمة التكوين البابلية سماها ملحمة التكوين البابلية مع أنها أساسا لا تتحدث عن التكوين هي تتحدث عن مردوخ موضوعها الأساسي خلق الألهة ونشأتهم وليس خلق الكون ونشأتهم لكن خلينا معلش عشان إيه نكمل الاقتباسات بتاعته يقول إن تاريخ كتابة ملحمة التكوين البابلية يعود إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلاد ده يعني وصلها بعيد أو أي ودي النقطة الخطيرة أي قبل 1500 سنة تقريبا قبل تدوين أسفار التوراة العبرانية يعني أيه كلاما يعني هو بيحط التوراة كتبت سنة 500 قبل الميلاد مش بيحط التوراة كتبت على يد موسى في القرن الـ 14 قبل الميلاد كويس هو مؤمن إن شعب إسرائيل أو اليهود لما راحوا بابل مسبيين سنة 586 هناك في بابل تعرفوا على الروايات البابلية والأساطير البابلية فاقتبس كاتب التوراة الذي عاش في بابل وقت السبي البابلي كويس قصة الخلق من إنوما إليش وده طبعا خطأ بل مصيبة كبيرة هو لا يؤمن أبدا أن التكوين كتبت في القرن الـ 14 وأن موسى هو الكاتب هو يؤمن أنه فيه واحد كاتب جيب في فترة السبي البابلي وغالبا ما يكون عزرة وهو لكتب التوراة كتب لنا تكوين الخروج والعدد التسنية ويس وبعدين بيقول كما يدعي هو أنا بقول أنه كما يدعي بوجود تشابهات يعني هو بيقول أنه هناك تشابهات واضحة بين الأصححين الأول والثاني من كتاب التوراة ما هي هذه التشابهات أنه ما إليش لم تكتب بغرض أنها توضح لنا كيف خلق الكون ولم تكتب بغرض كيف وجدت السماواء والأرض ولم تكتب بغرض كيف خلق الإنسان أبدا إنه ما إليش موضوع الأساسي مرضوخ كيف وجدت الآلهة وكيف صار مرضوخ هو الإله الأعظم وكيف وجدت بابل فبابل هي باب الإله أو باب الآلهة هذه المدينة التي أوجدها مرضوخ الإدعاء بتشابه سفر التكوين مع إنه ما إليش مبني على عدة افتراضات غير صحيح يعني من يدعونا أن هناك تشابه هم بانوا هذا الإدعاء على افتراضات غير صحيح أو هذه الافتراضات أنا حطتها ثلاثة الإدعاء بأن عبارة عندما في الأعالي تشبه عبارة في البدء قال لك ده الأساس القصة بتبدأ في الأعالي عندما في الأعالي كويس وصفر التكوين بيبدأ في البدء فهذا هناك تشابه وأنا كلم عن إذا كان يوجد تشابه ولا قال لك إنه هناك ظلام وسكون يسبق الخلق وفي القصتين هناك ظلام وسكون يسبق الخلق قال لك التشابه بين الكلمة العبري تي هوم الغمر المترجمة الغمر واسم الإلهة تيامات فتي هوم تيامات تيامات تي هوم هناك تشابه فأكيد كاتب التوراة خد الاسم تيامات وغيره وحوره إلى فكرة الغمر طيب هل فعلا عندما في الأعالي هي نفسها في البدء هذا الكلام من ناحية اللغوية غير صحية لأن كلمة إنوم إليش هي عبارة زمنية سميها تيمبرالي كلوز يعني عبارة زمنية وليست عبارة مطلقة أما في البدء فهي عبارة مطلقة أبسليوت كلوز كويس للتأكيد على أنها بداية لكل المخلوقات أن في البدء هي بداية لكل الخليقة أما عندما كان عندما في الأعالي ليست عبارة مطلقة هي عبارة تحدثنا عن الألهة لما كانوا الألهة في الأعالي موجودين أما في البدء فهي تعني أنه لم يوجد هناك خلق قبل البدء لكن كل الخليقة بدأت في البدء في البدء في بدء الخليقة عندما قال الله ليكن فكان وأمر فصار الإدعاب أن الكلمة الغمر تيهم العبرية تشير إلى تيامات حقيقة أن تيهم اللي هي الغمر هي اسم مذكر كلمة مذكرة بينما تيامات هو اسم الإله وهو اسم مؤنس فلا يمكن دي تبقى دي كما أن تيامات هي إله لكن الغمر شيء مادي لما بتكلم عنه الكتاب لا يتحدث عن الغمر على أنه إله يتحدث عن شيء مادي موجود مية جزء من خليقة الله مياه عميقة وليست إلهة أو إله زي ما موجود في الإسطورة البابلية في إنومة إليش وبعد أن قتل مردوخ تيامات وشقها نصفين أمر مردوخ الشمس والقمر أن يصنع المواسم والسنين والشهور والأسابيع ومن هنا صار الشمس إله والقمر إله في البابلية في بابل زي ما في مصر القمر إله والشمس إله كويس فالقمر هو نمار هو المسؤول عن الليل والنهار والأيام فالشمس والقمر هم آلهة تعبد في بابل وكذلك أيضا في مصر بينما في الرواية الكتابية في سفر التكوين دع الله مجتمع المياه دعاه بحارا ودع اليابسها أيضا أرضا لكنه لم يدعو الأنوار بأسماء يعني خلق النورين العظيمين النور الأكبر والنور الأصغر ما سمهمش ليه علشان كاتب سفر التكوين بالروح القدس لا يريد أن القارئ يفهم أن هذه آلهة لكنه عايز يفهم أن هذه مخلوقات صنعها الرب الرب صنع النور العظيم وصنع النور الأصغر صنعها النور النورين دول فهم مخلوقات وليسوا آلهة كما في الأسطورة البابلية نرى أيضا الخلق في الأسطورة البابلية نتيجة صراع الأليح فييجي مردوخ يقتل تيامات وبعدين يشوء أهن الصين ياخد نص يصنع بيه السماء والنص التاني يصنع بيه الأرض وهكذا في كل أعمالهم ياخد الدم أحد الألهة اللي دبحوا ويصنع من هذا الدم الإنسان لخدمتهم الإنسان مخلوق لخدمة الألهة زي ما بنشوف إيه بقى سمات الرواية الكتابية واختلافها عن أساطير الشرق الأدنى القديم هل فعلا الرواية الكتابية عن قصة الخلق وأكلم فيما بعد عن جيجامش والطفان لكن هل فعلا الرواية الكتابية عن قصة خلق الكون وقصة خلق الإنسان فيها نوع من التشابه ولا الاختلافات كبيرة جدا إيه هي بقى سمات هذه الاختلافات أو الاختلافات الجوهرية وده حك عنه كتير جون وولتون في كتابه The Bible Among the Myth وحك عن هذه الاختلافات الجوهرية ما بين الرواية الكتابية في الكتاب المؤدس والأساطير البابلية قال لنا إيه قال لنا إن الكتاب المؤدس يتسم بالإيمان بالإله الواحد مونثيز التوحيد فمن البد نرى أن الرب واحد واحد السمة الأساسية للإيمان العبراني هي الإيمان بإله واحد وإيمان اليهود لم يتطور مع الزمن إيمان اليهود لم يبدأ بعبادة الأرواح والأنساب واتعدد الأليهة ثم كبر الإنسان بقى وندق فبدأ يعبد الإله الواحد لا 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 ده منذ أن بدأ الإيمان اليهودي وهو يؤمن بالإله الواحد لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوظ الإله الواحد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ففي كل الكتاب مؤدس آه نكلم عن نوعية الوحدنية وده يساعدنا على فهم طبيعة الله الواحد المثلث الأقانيم لكن نحن لا نؤمن بثلاثة أليهة ولا يتحدث الكتاب أبدا عن تعدد الأليهة في البدء خلق الله السماوات والأرض لا يوجد أليها ولا صراع للأليها فمن أول عبارة بنجدها في كتاب المؤدس بنجد الإله الواحد الإيمان بإله واحد أو التوحيد وده اللي يميز الرواية الكتابية عن الأساطير الأخرى يعني لو رحنا إلى الأساطير السامورية والأساطير البابلية والأساطير المصرية كويس وحتى الإغرقية نجد أن هناك تعدد للأله تعدد للأله لكن في الكتاب المؤدس لا نجد تعدد للأله الإيمان بإله واحد التوحيد ده نقطة مهمة في غاية الأهمية لا يمكن تشبيه الله نقطة تانية لا يمكن تشبيه الله بأي شكل من المخلوقات يعني لو رحنا للأسطورة البابلية هتجد أنه كل إله من هذه الألهة له تشبيه في المعابد البابلية له رمز سواء شخص وحش يعني تنين كل أليه حتى المصريين الأليه المصرية لها 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 شكل يعني أبيس أو العجل الثور دفضاع كل ده لرموز لشكل من الأشكال كل أليهة الأمم لها شكل من الأشكال أما في الكتاب المؤدس فلا يوجد أبدا تشبيه لله بأي شكل لتصنع لك تمثالا منحوطا ممن في الأرض أو في السماء أو من تحت الأرض واليهود هم الشعب الوحيد أخلينا أقول بكل وضع بوضوع الشعب الوحيد الذي لم يصنع شبيها لله وعندما صنع أوثان كانت النتيجة دينونة الله على هذا الشعب بالسبب الأشوري أو سبي البابلي لكنه هو الشعب الوحيد الذي لم يصنع تمثالا أو شبها لله ووضعه في المعابد دي سيما أخرج كده منقرأ سفر التكوين ونقرأ الخل لا يمكن أبدا نجد تعدد عليها أو أن الله يشبه بوحوش وله شكل مادي معروف الله في الكتال المؤدس ده السماء الثالثة روح فهو ليس مادة وهو في وجوده سابق للمادة الله مش مش إله مادة هو الذي أوجد المادة وأتى بالعالم المادي إلى الوجود لكنه منفصل عن المادة كويس فبالتالي بنجد أنه في العبادات أو في الأساطير البابلية بنجد الله جزء من المادة والمادة جزء من الله لكن في الكتال المؤدس الله روح الله روح وده الحقيقة دي بيأكدها الله في العهد القديم وبيأكدها في العهد الجديد كويس ولأن الله روح غير مادي فهو لا يتأثر بالمادة وعش كده بنجد لأن الله في الألهة في الأم عند الأمم والأوثان ألهة مادية هي تتأثر بالمادة تتأثر بالجنس جزء ممارسة الجنس في العبادات الوثنية القديمة كان جزء من إرضاء ملزات وشهوات الإله المادي فبالتالي يمكن ممارسة الجنس قدامه مع الكاهنات لأنه ده بيخلي مزاجه راية بيس لأنه مادة اختفاء الصراع في الخليقة المؤدس يقول لنا من أول عبارة لآخر عبارة فيه أنه كل الموجودات وجدت بكلمة القدير قال فكان وأمر فصار مش وجود آلهة تتسارع فإله يأتي الإله وياخد جزء منه ويعمل بيه الأرض ويعمل بيه السماء ويعمل بيه الإنسان ويعمل بيه المخلوقات الأخرى لا يوجد صراع لأن الله هو واحد اختفاء الصراع في الخليقة من أهم الأمور التي تميز صفر التكوين عن الأساطير البابلية القديمة كميز ففي الأساطير المادية القديمة نجد الصراع هو أساس الخلق هو أساس الخلق الصراع يعني لو لو وجود الصراع بين الأليهة ما كانتش الخليقة وجدت في الفكر الوثني فإله المياه الملح يتخنق مع إله المياه العزبة وإله المياه العزبة يتقتل وإله المياه الملحة بعد كده يتقتل ويتاخد دم ويعمل بكذا وإلى آخر هذه الصراعات ماشي كده أما نيرى كتاب مؤدس ونيرى تكوين واحد واثنين نجد أنه كل الأمور ماشى بسلاسة لأنه هو الذي يأمر هو الذي يقول وكل ما شاء صنع اللي مش موجود ده في العبادات الوثنية القديمة النظرة السامية للإنسان دي أمر آخر يميز الكتاب مؤدس وقصة الخلق عن الأسطور البابلية كتاب مؤدس بينزل الإنسان على أنه تاج الخليق تاج الخليق يعني البعض يقول لك شايفين التشابه ما بين القصة الأنوماليش وما بين الكتاب مؤدس في إيه يقول لك أصله الإنسان خلق في الآخر في أنوماليش والإنسان خلق في الآخر في الكتاب مؤدس تماشى إيه التفاصيل بقى لماذا أوجدت الآلهة الإنسان لأنهم مش عايزين يتعبوا عايزين حد يخدموا بس ده الهدف الأساسي لأليها لا تتلزز بالإنسان ولا تسعد بوجود الإنسان لكن لأليها أوجدت الإنسان علشان عايز حد يخدمها عايزين يناموا ويمارسوا الجنس وفي سبات وفي هناء وإلى آخر أما في الكتاب مؤدس القصة مختلفة وقال الله لنعم للإنسان على سورتنا وعلى شبهنا الإنسان لما خلق خلق كتاج الخليقة أجمل ما في الخليقة خلق لكيما يكون نائب لله على الخليقة خلق لكيما يكون له شركة وعلاقة مع الله وده فرق كبير ولما أخطأ الإنسان ربنا دبر له أيضا منقز ومخلص أنه لذة الرب هي مع الإنسان هو خلق الإنسان وبيحب الإنسان ولم يخلق الإنسان من دم آلهة مدبوحة لكن الإنسان يحمل في ذاته نسمة القدير نفخة القدير كمان إن الإنسان إن الإنسان إن الإنسان اللعب ينزل للإنسان على نظرة سامية جدا مدبوحة الآلهة في العالم القديم تصرفتها تصرفتها بتعتمد على حالتها النفسية والجسدية والجنسية فهي منطقمة نجسة طماعة أنانية ولهذا لا يمكن أبدا أن يعتمد الإنسان أو يثق الإنسان في الألهة القديمة كل ما كان يفعله الإنسان هو أنه يخاف منها وكل ما كان يفعله كان لإسكاتها لإسكاتها لأنه خايف منها شبهني بالإخوة المسلمين اللي بيرجموا الشيطان ياخدوا شوية حجارة وروح يرجموا الشيطان أو يلي بيرجم الشيطان خايف منه خايف منه الناس زمان كانت تعبد الألهة خوفا من الألهة خوفا من شر الألهة خوفا من انتقام الألهة خوفا من أن يكون مزاج الألهة مش على قد الحال وزي ما قلت الحال حتى ممارسة الجنس في المعابد الوثنية كان لتزبيط مزاج الإلهة لما يشوف الأمور دي هو يبقى مبسوط فيستجيب لطلباتهم ورغباتهم لأن الله روح فهو بعيد كل البعد عن الجنس زي ما قلت لكن في الأساطير البابلية نجد أن الإله قد جاء إلى الوجود نتيجة علاقة جنسية وليس كذلك إله الكتاب المقدس فهو موجود بذاته ومستقل بذاته وكامل في ذاته كيف وجدت الألهة في بابل بالتناسل الجسدي المادي يعني كان فيه وقت مردوخ مش موجود لكنه وجد نتيجة تزاوج أما الله في الكتاب المقدس فهو أزلي وأبدي مستقل بذاته كامل بذاته موجود بذاته لم يجده أحد هو خارج نطاق الزمان والمكان هو منفصل عن خلقته هو شخص ودي الحقائق اللي زي ما قلت لحضراتكم بتميز الكتاب المقدس عن غيره من الأساطير القديمة فبعد لما صارت لحضراتكم اللي بتقوله الإنومة إليش الأسطورة البابلية للخلق هل فعلا بعد الحلقة يعني بعد ما قدمنا كل ده هل فعلا ترونه أن هناك تشابه أنا ما أعتقدش أنه فيه واحد عائل ممكن يقول أن موسى اقتبس من إنه ما إليش ما أعتقدش ومن يدعي هذا فهو يدعيه افتراءا على الكتاب المقدس وأبعد من كده وكذبا على الكتاب المقدس هو يفتري ويكذب هو لا يقدم الحق زي ما زي ما احنا دايما نقول علي يعني ما أقول مثلا أسامة نور ليس هو أخو عمود النور مش لأنه هنا كلمة نور وهنا كلمة نور فالتنين دول إخوات ده عمود نور وده أسامة نور مش لو أجل وجود كلمة أو وجود أيضا يعني عبارة مع أنه مش موجودة أساسا أقول أه أصله دوا أخو ده مش ممكن عايز تنقض كام قد تنقضه بموضوعية لكن زي مثلا فراس السواح أو غيره لم يقولك أنه قصة تكوين مأخوذة من من بابل هذا افتراء على كلمة الله والذي يقول كده لا هو فعلا درس كلمة الله ولا أيضا درس إنه ما إليش كلمة الله حية وفعالة نكمل في الحلقات اللي جاية فإلى نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر